أعلن سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء نجاح إطلاق النظام الجديد والمطور لخدمات المشتركين والذي يأتي ضمن استراتيجية التطوير التي تنتهجها هيئة الكهرباء والماء خلال المرحلة الحالية نعم فالنظام الجديد والمطور لخدمات المشتركين يواكب أحدث التقنيات ويضم العديد من المزايا التي تم توظيفها في سبيل إحداث التقدم المرجو في قطاع الكهرباء والماء في مملكة البحر بعد شهر من الإعلان عن إطلاقه ومن بعد أن اجتهدت هيئة الكهرباء والماء وعملت ضمن سلسلة من الإجراءات التمهيدية وقامت بعديد عمليات الفحص والتدقيق للنظام للتثبت من سهولة تطبيقه على أرض الواقع ها هو النظام الجديد لخدمات المشتركين والفوترة يثبت نجاحه في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها والمتعلقة بتطوير أنظمة خدمات المشتركين والفوترة وتحسين تجربة المشتركين من خلال رفع كفاءة الخدمة وجودتها النظام الجديد لخدمات المشتركين والفوترة يندرج ضمن استراتيجية التطوير التي تنتهجها هيئة الكهرباء والماء خلال المرحلة المقبلة والتي ترتكز بشكل رئيسي على التحول الرقمي في خدماتها وتفعيلها من بوابة منظومة رقمية متكاملة وحديثة حيث حرصت الهيئة على تبني مختلف المشاريع التطويرية في هذا الصدد بدءا من تركيب العدادات الرقمية وصولا إلى العمل على مشروع إنشاء التحكم الجديد لشبكات الكهرباء والماء في سبيل إحداث التقدم الملحوظ في قطاع الكهرباء والماء بمملكة البحرين ميزات لازمت النظام الجديد لخدمات المشتركين والفوترة وقتما تم الكشف عن تفاصيله فالنظام الجديد متكامل وآمن ويضمن التواصل الدائمة مع المشتركين لتسهيل تقديم الخدمة لهم إضافة إلى تغيير شكل الفاتورة من حيث التصميم والمزايا لتكون أكثر وضوحا بما يضمن وصول المعلومات بصورة أدق للمشتركين وفي ذلك تنظيم وتخطيط لاستهلاكهم الشهري علاوة على تعزيز الشفافية والدقة في عمليات الفوترة نظام عصري يواكب أحدث التقنيات التي طرأت على مجال الكهرباء والماء وما دعم من قيامه ليحقق علامة التميز والإشادة من قبل المستفيدين من خدماته هو ما بذلته هيئة الكهرباء والماء من جهود عظيمة عبدت الطريق أمام إطلاقه وذلك بتهيئة بنية تحتية حديثة تتكفل بنقل وتوزيع الكهرباء والماء بكل سلاسة وإتقان ترجمة نانسي قنقر